لا مراجعة لسياسة الدعم قبل تحديد الآليات والفئات المعنية بالتكفل الاجتماعي هكذا تعهد الرئيس الجزائري في مواجهة جدل واسع رافق كشف السلطات عن نيتها الشروع في أولى خطواتها لإضفاء الانتقائية في توجيه التحويلات الاجتماعية أنا نأسف نأسف اللي انطرحت في الساحة مش وقتها وقتها كانت ربما زلت لسان شوف أني قلتها وأعتقد أنا المسؤول الدولة موش وموش غيري أني قلت إلى أن يريد الله الأرض وما عليها التكفل الاجتماعي يكون في الجزائر لأن هذه وفاء نشهد أنا الأبرار وفاء إعلان أول نوفم 54 نبني دولة ديمقراطية اجتماعية هذه ما فيها شيء رجوع هذا طمأن الشعب الجزائري لا لا هذه ما فيها حتى هدراء هذه ما فيها ما فيهاش نقاش مراجعة اشتراط الرئيس الجزائري أن تكون مسبوقة بنقاش وطني واسع لتحديد كيفية توجيه الدعم للفئات المستحقة بالاعتماد على الرقمنا والتدقيق في المداخل لم تضبط وما زال ما حددناش الكيفية وشكون وما هي الأهدف ما زال ما تحددش عاجت لك سبقة الأول تحى هذه من الإصلاحات اللي جي في 22-22 إن شاء الله أنا متيقا نظر لي معرفتي الملف أن التكفل سيرفعه ربما على التولوت المواطنين فقط لازم البلاد تدخل في الرقم أنا لازم تكون عندي إحصاء تعلق الفقير والمتوسط والغني إحصائيات دقيقة خطوة استباقية تعول عليها سلطة الجزائرية لتجاوز أخطاء الماضي التي شابت محاولات الإصلاح الهيكلي لسياسة التكفل الاجتماعي وفي مقدمتها الارتجال وغياب المزداقية عن بعض المؤسسات نقول كان فيه ارتجال كبير وكان فيه مؤسسات ربما فاقد المزداقية مراجعة عميقة لسياسة تكبد الدولة الجزائرية نفقة تعادل 17 مليار دولار سنويا مؤجلة إلى العام المقبل في سياق إصلاحات هيكلية متعددة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتتوج ما صار تجديد مؤسسات الدولة الجزائرية